موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زواء الحدد هذه الحلقة سنتناول فيها آخر ما وصلت إليه مسجدات الأوضاع في محافظة الحديدة وفقا لما يتم تداوله في وسائل الإعلام فإنه من المفترض أن تبدأ يوم غد أولى خطوات تطبيع الأوضاع في محافظة الحديدة بفتح كيلو 16 لعبور شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى صنعاء وكذلك إلى جنوب الحديدة لكنه لم يصدر حتى الآن أي جديد من أعضاء الفريق المشترك برئاسة كبير مراقبية الأمم المتحدة باتريك كاميرت ولا يزال الحديث مستمرا عن السلام وإيقاف إطلاق النار في هذه المحافظة الاستراتيجية التي فرضت أهميتها دوليا فيما الواقع على الأرض يتناقض تماما مع ما يقال أو يطرح في الغرف المغلقة في حلقة اليوم من زوايا الحادث نتناول الوضع في محافظة الحديدة من زاويتين ما الذي تم بخصوص تنفيذ تفاهمات سوك هولم وما الذي يمكن أن يتحقق فعلا نشاهد هذا التقرير ونبدأ النقاش بعدها مع ضيوفي اختتمت اليوم في الحديدة أشغال الجولة الأولى لمهام الفريق المشترك المكون من الحكومة والانقلابيين بإشراف كبير المراقبين الأمميين باتريك كيمرت بعد الاتفاق على ملامح الخطوات العملية الأولى حتى الآن لم يعلن أي طرف أي شيء من نتائج ما اتفق عليه ويتوقع أن يعلن ذلك في مؤتمر صحفي بالتنسيق مع كبير المراقبين في طريق عودته عبر الفريق الحكومي من شارع الخمسين وهي الجهة التي قدم منها حين دخوله وحسب ما تم تسريبه من معلومات فإن من المقرر أن تستهل الخطوات العملية بفتح طريق المدخل الجنوب الشرقي باتجاه كيلو ستاعش لعبور المساعدات الإغاثية إلى صنعاء ومناطق جنوب الحديدة الجانب الحكومي وافق على هذا المقترح مقابل إلزام الانقلابيين بإزالة الألغام من مناطق التماسي الشرقية وهو اتفاق لم يعلن عنه رسميا حتى اللحظة عمليا ثم تتناقض كبير بينما يجري في غرف المفاوضات وبينما يشهده الميدان فلا يزال الانقلابيون يختطفون المواطنين ويرسلون معتقليهم إلى صنعاء ويواصلون حفر الخنادق والأنفاق في بيوت المواطنين الواقعة على خطوط المواجهة الجنوبية والشرقية أيضا لم يتوقف على نصب منصات الكاتيوشا ولا عن إعادة انتشار المدافع والقاذفات وفي جنوب الحديدة أيضا لتزال المناوشات مستمرة ولا يزال الحوثيون يستهدفون المدنيين في التحيط وحيس وتقتل ألغامهم الصيادين والمزارعين ما يثير التساؤل والشكوك معا حول جدية المجتمع الدولي في صنع السلام الحقيقي في اليمن إذن مشاهدين نبدأ النقاش وأرحب بضيفي سنضم إلينا الناشط السياسي من جد عثمان العيد الروس وأرحب أيضا بضيفي من محافظة الحديدة الصحفي سامي الأهدل مرحبا بكم ضيفي أبدأ معك سيد سامي مساء الخير أهلا بك سيد السامي يعني لو تضعنا في آخر المستجدات بمحافظة الحديدة نعم على المستوى العسكري لا زالت الخرقات تشهدها مدينة الحديدة تحديدا في شارع الخمسين لكنها تظل محدودة جدا لكن الخرقات التي حدثت في المديريات التي تقع على جنوب غرب مدينة الحديدة لا زال القصف المدفعي وتبادل إطلاق النار يحدث بين ساعة وأخرى أيضا في القرى الجنوبية التي تقع جنوب منطقة كيلو ستة عشر شرق مدينة الحديدة هذه المدينة الاستراتيجية التي تربط الحديدة بصنعها وبتعز جنوبا أيضا تلك القرى تشهد تبادل للقصف المدفعي ولإطلاق النار والتي عادة ما يشنه الحوثيون على مواقع القوات الحكومية التي تقع أو تتمركز في تلك على الصعيد السياسي غادر الوصد الحكومي اليوم مقر اجتماعات الأمم بقيادة باتريك كاميرت وممثلي الحوثيين الاجتماعات استمرت لثلاثة أيام وكانت عبارة عن جولة أولى من المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين بتنفيذ اتفاق أو بنود اتفاق ستوك هولم الذي يخص الحديدة لكن ثلاثة أيام بحسب المعلومات التي وصلتنا ظلت تشهد نقاشات عقيمة حول الكثير من البنود التي يختلف حولها الطرفين بشكل كبير خصوصا الحوثيين الذين تراجعوا عن واثقتهم على الانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها يريدون تسليم المدينة والميناء لقوات أمنية تتبعهم أيضا من المقاتلين الذين تم إلباسهم الزي الأمني الخاص بقوات الشرطة نعم بالنسبة لجولة قادمة هل تحدد موعد لعقد جولة بين وفدي الحكومة والميليشية وأيضا المبعوث الأمم المتحدة كاميرت هل حددت جلسة قادمة للفريقين مع هذا المبعوث نعم في الحقيقة كل الأطراف الوزد الحكومي ووزد الحوثيين أيضا الفريق الأممي كلهم يتكتمون على ما دارح في تلك المشاورات وعن موعد الجولات القادمة لا أحد يصرح عما حدث وماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة لكن من المتوقع بالتأكيد عقد المزيد من الجولات والمشاورات الفريق الحكومي اليوم غادر ربما بعد ما حدث من تقدم أو تركز أو ما نجح التوصل إليه الطرفان فتح منفذ مدينة الحديدة الشرقي الذي يؤدي إلى منطقة كيلو 16 ثم إلى العاصمة صنعاء يبدو أن الطرفان وافقا بضغوط من الرجل من الكبير المراكبين الأمميين الذي شدد على فتح هذه الطريق لخروج المساعدات القادمة من ميناء المدينة نحو صنعاء والمحافظات الشمالية هذا ما تم توصل إليه فقط خلال هذه الجولة نعم ابقى معي سيد سامي أذهب لضيفي الآخر من جدة الناشط السياسي عثمان العيد الروس سيد عثمان مساء الخير مساء النور أخي لك ولجمع الإخوة المشاهدين والمستمعين وللأخ سامي الأهدل أهلا بك سيد عثمان يعني برأيك كيف سيتحقق السلام في الحديدة على ضوء المعطيات القائمة أعتقد أن اتفاق السويد أو تفاهمات السويد التي رعتها القوى الدولية وكان هناك الضغط من المجتمع الدولي لإنجاحها وتم تعميد ذلك من خلال تصويت مجلس الأمن بالقرار الفين ومائتين وواحد وخمسين أو الفين وربعمائة وواحد وخمسين مما أصبحت تلك التفاهمات تحظى بتأييد دولي وتعزيز أممي هي ستكون البوابة الأولى والاختبار الحقيقي لنجاح أي اتفاق أو مفاوضات قادمة لماذا؟ لأنها حظت برعاية وبتنازلات وبضغوطات أممية وهي المحكة الحقيقي إذا ما تم تطبيقها والنجاح فيها أنا أؤكد لك أن ما ستكون هي البوابة للحلل السياسي القادم والانتقال السياسي للأزمة اليمنية التي حاصل نتيجة هذا الانقلاب ونتيجة ما عزز ذلك وأصبح وأصبحنا الآن نقارب السنة الرابعة ولم نخرج من هذه الدوامة نعم إذن ابقى معي سيد عثمان أشرك معنا في الحديث سينضم لنا بسيم الجناني صحفي سينضم لنا من محافظة الحديدة سيد بسيم مساء الخير مرحبا بك خيب أهلا بك سيد بسيم ما الذي تم وفقا لمعلوماتك وإلى أين تتجه الأمور في الحديدة نعم طبعا هناك فصل بين ما يتم على المعارك في العرب يبدو أن الحوتيين يحاولون مزيد من الوقت فقط في عملية مراوغة في المجال السياسي خاصة مع وصول الجنرال باتريك ماركريتي للحديدة هناك تصاعد في المعارك تزمن مع اللقاءات بين وفدي الحكومة والحوتيين المعارك اليوم كانت في فجر هناك قصف مستمر من الحوتيين هناك تراقات رحة منذ دخول حيث دخول حيث التنفيذ الحوار أو النقر في مهجوع التنويرات العامة الحوتيين يحاولون نضغط على فتح طريق كيلو 16 بتجاه المديريات الشماء الشرقية والجنوبية هناك موافقة من وفد الحكومي على هذا بإمكان المديريات بإمكان المديريات الشاب العدال العامة والبو الناس فعال قريب المديري إلى 16 وهو ما تحاول بإمكان التنصر منها بأتباع أنها تمر القوافل بشكل سلس إلا أن الوحد الحكومي يرفض أي فتح للممر حتى يتم نزع الألغام كافة لضمان أيضا وصول المساعدات أكثر ساعات النقاش دارت حول موضوع الوضع الإنساني أكثر بما هو عسكري هناك آلية عسكرية وهناك آلية لتطبيق تنفيذ استحب القوات قدمت للجنتين على أساس إداء الملاحظات والرد عليها خلال الجولة القادمة ننتظر تصريح مفضل من قبل الوحد الحكومي حول ما دار خلال ثلاثة الأيام ماضية من نقاشات واجتماعات متواصلة للأسف يعني الجولة الأولى لم تكن مبشرة أو تطلعات يتطلع إليها أبناء محافظة الحديدة من خلال سحب الحوزين لقوات هيم وأيضا تراجع القوات المشتركة إلى مجلية الجنوبية خاصة مع عملية التصعيد الميدانية بالأمس شهيدة كثير من الأنفاق والخنادق على نقاط التماس سوق الحلقة أيضا نقلت أسلحة ثقيلة من المديريات الشمالية إلى بجوار جامعة الحديدة من ضمنها منصات صواريخ تاتيوشا أعتقد أن الحوثي يحاول يلعب على عام للوقت أكثر مما هو ملتزم بشكل أساسي بتنفيذ اتفاق السويد وانسحاب من داخل مدينة الحديدة أيضا هناك طضية ميناء الحديدة التي طرحت بشكل أساسي في اللقاءات أن الحوثي يحاول أن يتنص من عملية انسحاب بحجة أن الاتفاق السويس لا ينص على أي حلول اقتصادية وأن ما تم الاتفاق عليه هو راع عن انسحابة عسكرية فقط ولا يريد أن يسلم الميناء بأي جهة أخرى وأن يريد أن ينتوسك بسلطة على الموانئ سواء منانشدقة أو منانشدقة أو رأس إذا سيد بسلم ابقى معي سأعود إليك أذهب لضيف سامي الأهدل سيد سامي بالنسبة لتسيير قافلة غذائية أو عفوا إغاثية ونزع أيضا الألغام في مناطق سيتماكس وكيلو ستاعش هل بدأت هذه الإجراءات بالفعل أم أنه ما زال عبارة عن تصريحات ونستطيع أقول تفاهمات في هذا الجانب نعم في الحقيقة نزالت حتى الآن مجرد تفاهمات حتى أنها تفاهمات غير متفق عليها من الجميع في الحقيقة اختصار مشكلة الحديدة وسكان الحديدة في قضية المساعدات الإنسانية ووصولها إلى المحافظات اليمنية هو تصطيح للقضية وللحرب التي تشهدها المدينة المساعدات الإنسانية ستصل إلى المحافظات اليمنية ولا زالت تصل حتى التي تحيط بالمدينة من كل مكان لا زال الميناء يعمل والمنفذ الشمالي لا زال تخرج عبر المساعدات الغذائية والإضافية إلى كل المحافظات اليمنية فقط يحاول المجتمع الدولي الذي يمثله باتريك كامير والحسيون التركيز على القضية الإنسانية من هذه الزاوية فقط ومن زاوية استمرار العمل المساعدات والمنظمات الدولية لكن في الحقيقة ابناء الحديدة لديهم الكثير من المشكلات التي يريدون حلها ويتطلعون إلى حلها من خلال انسحاب القوات وإيقاف المعارك هم يريدون إيرادات المدينة أن تعود عليهم بالنفع أي أن تصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أكثر من عامين أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم ونحن نتحدث هنا عن آلاف النازحين من مدينة الحديدة المشردون في كل محافظة يمنية جنوبا وشمالا أيضا لديهم مشكلتها الطرقات التي لا زالت مغلقة وانتشار الآليات العسكرية داخل الأحياء الخنادق والأنصاق التي تبنى الألغام التي تنتشر في كثير من الأحياء الشرقية تحديدا لكن سيد سامي هنا سؤال أخير أو تساؤل أخير باختصار بسبب ضيق الوقت بمسألة مهمة باتريك كاميرت هل تتوقع لها النجاح وإنجاز ما أتى إليه هذا الرجل أم أن ما يحدث هو استهلاك للوقت فقط لا غير نعم بكل تأكيد هناك نية من الحوثيين ربما لكسب الوقت وابتظل كل الخيارات مطروحة وأنا أمام الرجل فقط إما أنه ستشاعده بعض الضغوط الدولية لتمريض أي اتفاق طبعا تنازل القوات الحكومية والشرعية ربما يمر اتفاق هنا أو هناك لكن في الأخير يظل الخيار الأفكري مطروح بشكل قوي جدا خصوصا أن هذه الجولة الأولى انتهت بشكل أقل من المطلوب أو أقل من المؤمل منه نعم إذن أشكرك جزيلا الصحفي سامي الأهدل كنت معنا من محافظة الحديدة أعود لضيفي عثمان العيدة روس ناشط سياسي من جدة سيد يعني عثمان ما التحدي الحقيقي الذي يمكن أن يواجه خطوات السلام في محافظة الحديدة أعتقد هو في تفسير بنوة تفاهمات استكلهول السويد أنا أعتقد أنه فترة الأربعة عشر يوم التي بدأت في 18 ديسمبر 2018 استنتهي في 31 بعد يومين وهو أول مرحلة حقيقية في البند الأول في هذه التفاهمات هو تسليم الموانئ سواء ميناء الحديدة أو راس عيسى أو الصليف للشرطة والسلطة المحلية في الحديدة هنا يكمن الاختبار الحقيقي الأول تكون هذه الموانئ بإشراف اليو إن والأمم المتحدة من جانب الفني والتفتيش لكن الجانب الأمني والسلطة المحلية التي تشرف على هذه الموانئ وعلى جمركها وعلى الجانب الأمني سواء للموانئ أو المدينة ما قبل المرحلة الثانية التي تكون في 7 يوناير 2017 وهو عادة الانتشار والانسحاب من المدينة الحوثي يدعي بأن اتفاق السويد تطرق فقط إلى نقطة أساسية كما عليه ويوقف اطلاق النار ولم يخوض أو يقر أو يعترف بعملية تسليم للمدينة أو للموانئ أو للجوانب الأخرى وفي حالة أخرى أنه رضخ لهذا الأمر فهناك قنبلة موقوطة حيث أن أفراده المنتشرين في الأجهزة الأمنية أو السلطة المحلية هؤلاء أصبحوا جزء من هذه القوة سواء السابقين أو الحالين ونعود إلى حتى السابقين فإن أي سلطات ستأتي وستتعامل على الأرض الواقع أجد أن في ذلك نوع من الصعوبة وحضر شديد جدا وينبغي فعلا إذا ما كان هناك نية إقليمية ودولية وضغوطات أنا أتوقع أن ستنجح هذه الأمور أما إذا كانت الأمور مثل السابق والاتفاقات السابقة فإن السلطة فإن التحالف وخصة قوات في الرأس الجمهورية أو المقاومة أو العمالقة أن هؤلاء نديهم خبرة سابقة وتقارب عديدة من خلال الاتفاقات مع هؤلاء أنهم لا يلتجمون سيد عيد الرويوس الفترة المحددة التي أشرت إليها أنها ستنتهي يعني بعد يومين وما زال الجنرال كاميرت يعني يسعى يعني توضيح الصورة للأطراف بما اتفق إليه أو ما اتفق عليه في محادثات أو مشاورات ستوك هولم في مسألة أن الأطرافين حتى اللحظة لا زالوا يعني كل من يفسر الاتفاق بالطريقة التي يراها الحوثيون يرون بأن قوات أمنية تابعة لهم هي من ستشرف على الميناء والحكومة يعني مقتنعة بما نص عليه الاتفاق هو أن تعود الأوضاع إلى ما قبل عام 2014 يعني هنا أيضا يوجد التساؤل ما هو موقف أبناء محافظة الحديدة مما يدور ويحدث في المدينة يعني هناك ربما يعني حوار وأيضا مشاورات وبالمقابل اتفاقات أبناء الحديدة أين موقعهم من كل ما يحدث والله للأسف الشديد نحن في جميع المكونات والقوة التهامية في محافظة الحديدة لا حول لنا ولا قوة مما يحصل في أرض الواقع أو من التفاهمات هم مقصومين ما بين جناح كان يدير زمام الأمور ما قبل 2014 بعد ذلك واتقها إلى القوى الجديدة والقوى الانقلابية وصار جزءا منها وقانب آخر أصبح مشرد خارج المحافظة وخارج المدينة إما يقود المقاومة أو منخرط فيها لعبة الحديدة وما فيها أخي والجميع المشاهدين والجمهور هي لعبة دولية وهي ضغوطات دولية ولا ما كان أحد يتوقع علما بأن الطرفين لم يوقع على اتفاقية في السويد ولكن التفاهمات التي تم أن أصبح التفاهمات دولية وخضع لها الطرفين لأن هناك خضوع من قوى إقليمية بالأول وفي الأخير الذي يخسر داخل مدينة الحديدة ما هو إلا نتاج لعملية وبغطات دولية وعالمية لا تتفاجأ بالأمس القريب الإمارات أعادت فتح سفارتها في سوريا لا تتفاجأ أنه علما بأن القوى المشتركة والموجودة هي بتمويل التحالف في خوض الحرب وإيقافها وبالخص من دولة الإمارات العربية المتحدة فبالتالي أنا أظن أنه أي ضغوطات قادمة أو أي تفاهمات قادمة هي ما سوف تنعكس على مدينة الحديدة وعلى هذه التفاهمات للاتفاق الأولي لذلك وضحت أصورة أشكرا نعم وضحت تصورة فقط لضيق الوقت أشكرك جزيل الشكر الناشطة السياسي عثمان العيد الروس كنت معنا من جدة شكرا جزيلا لك أعود لضيفي بسيم الجناني سيد بسيم أنقل لك ذات التساؤل الذي طرحته على سيد عثمان العيد الروس هو أن كل طرف اليوم يفسر الاتفاق بالصورة التي يراها وأيضا مبعوث الأمم أتى إلى الحديدة ربما الفترة المحددة لما تفق عليه في استوكولم ستنتهي بعض يومين وهو ما زال حتى اللحظة يفسر آلية الاتفاق بينما الحوثي ينظر إلى أن المدينة تسلم إلى قوات تابعة له والحكومة تنظر إلى ما قبل 2014 يعني نتسأل هنا أين هو موقف أبناء محافظة الحديدة مما يحدث في محافظتهم نعم أخي بالمحافظة إما نازحين وهو جزء كبير منهم في عمليات المقاومة على الميدان وهناك آخرين أيضا لا يزالون يدعمون من قوة الانقلاب داخل المدينة لكن السواد العظم من سكان المدينة هم لحول لهم القوة إما أنهم محاصرين داخل المدينة في شوارع المولقة ونحل ورواكب منقطعة ولا إغارة الإنسانية ولا وجود أي مظاهر للحياة داخل المدينة وإما العظمين خارجها مشردين أيضا من راتبهم مقاطع أعتقد أنه أنظر الإنسان لأبناء محافظة الفريدة هو الأكثر تأثيرا على هذه الحالة والمشهرات التي تجهر حاليا هناك نهاية أو رغبة كبيرة لأن أبناء المحافظة لأن تنتهي هذا الكابوس الذي يتدم على أبنائها سنتين سواء من المجيات الجنوبية التي تقدمت فيها قوات المشترك في السلال الماضية أو تأخذ من هذه الحديث التي الآن تتعاني من عملية المستمرة لم تحسن فيها أي معركة ويحاول الحوثي من خلالها ويعاد ترتيب الصفور حتى أصبح اليوم حول كافة الشوارع المدينة التي كانت عسكرية ويقف ما أصبح يشكل هاجس وخوف السكان المدينة لأن يبدأ المغرب التي لاحق بالمناطق أو أطراف المدينة بإتجاه شارع الخمسين وسبع يوليو إلى داخل المدينة وتكون الكارثة الإنسانية الأكبر هناك رحبة جبيرة بأن تنتهي هذه الحرب وإن كانت بعمليات الإنسانية وسلام يجب أن امتحام الحوثيين من مدينة الحديثة وتكون مغرب وإن موضوع ما ينصر إلى الإنسانية وإن وإن سيد مسيم لا أسمعك جيدا لو تقف بمكان جيد كي تتحسن الشبكة قليلا وإنما أسألك هنا تساؤل أخير إذا كنت تسمعني بشكل جيد هل تعتقد أن الأمم المتحدة جادة فعلا في تحقيق السلام بمحافظة الحديدة أم أن ما يحدث هو لأخذ الأمور بعيدا عن هذا الهدف في الحقيقة لا نجد أي جدية في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بالحسم الأمور العسكرية بشكل تأكس وهي أثرة المشكلة المعامل الإنسانية ستنتهي إذا ما انتهت المظاهر العسكرية في مدينة الحديدة وفيضرة الحوثين على منافذ الحديدة البحرية والمداخل واللغاثة الإنسانية التي أصبحت الحوثين بالشكل الأساسي عملية المزايدة يرددها الحوثين لم تعد خافية أو مجدية خاصة مع معرفة من هو المتسبب بالمعاني للحوثين ضد أبناء الحديدة أعتقد أن مسألة الأمور العسكرية ستكون معقدة جدا وحلها سيكون معقد جدا إذا ما تم اتخاذ إجراءات واضحة وصريحة وفق بنود اتفاق السويس وعدم تأويلها وتفسيرها حسب أهواء الحوثيين وأعتقد أن الحكومة والأرض 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 الحكومي قد فصلت هذا الاتفاق بشكل واضح وهو أيضا بنوده صريحة لا يمكن تفسيرها كما يحاول الحوثي تضليل مناصري ومن يقاتل في صفوف بأنها انتصار على الحكومة الشرعية نعم إذا وضحت الصورة أشكرك جزيلا الصحفي بسيم الجناني كنت معنا من محافظة الحديدة مشاهدين أن نكتفي بهذا القدر وأشكر أيضا ضيفي من السعودية من جدة الناشط السياسي عثمان العيد روز وأشكر أيضا لصحفي سامي الأهدى كان معنا من محافظة الحديدة وفي الختم تقبلوا تحيات واتحيات معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى نلتقيكم في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة